الخبر الأول اللي عدنا عن أنور مار وصول حسابه باللين استجرام للخمسمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال مليون يا رب وطبعا يا حبايب لا تنسوا انتباركوا له بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور نزع على حسابه باللين استجرام هذا الستوري اللي يحمس بالمتابعين للمقطع اللي راح ينزل اليوم فشحط بهذه الصورة مصغرة وطبعا المقطع ينزل الساعة بالأربعة لقناة الأساسية أما اليوتيوبر الثاني فهو أحمد أبو الروب فأحمد نزع على حسابه باللين استجرام هذا الستوري اللي كان من داخل برنامج المونتاج وشكتب على الفيديو انه هذا الفيديو صورته بعد يومين واخر شي ختم انه الفيديو بكرة جاهز وراح يكون فيديو نار ويكتبوني يا حبايب بالكومنتات المقطع منه 150 أكثر بين نور مار وأحمد أبو الروب الخبر الثالث اللي عندنا أن بيسان اسماعيل ونزول أغنيةها الجديدة طبعا الأغنية نزلت على القناة اسمه محمد دادو وهذه الأغنية كانت باللغة التركية فبيسان غنت بالتركي وطبعا أول ما نزلت الأغنية تأرضت بها للتهجم من المتابعين فأول ما تخلع الأغنية وتنزل بها على التعليقات راح تشوفوا انه هواي من التعليقات كان مكتوبة بالإنجليزي اللي يريدوني جمدون المشاهدات ولكن توضيح بسيط يا حبايب هواي من المتابعين اللي يتهجمون علي انواني سبب هذه التهجمات ولكن لا يا حبايبان ما لعلقة بالموضوع وابدا ما شجع لهذا الشي لكن يمكن لأشخاص سمعوا الأغنية وما عجبتهم الأغنية فقرروا يتهجمون وبالنسبة لأشخاص اللي سمعوا الأغنية يكتبونه تقييمهم إلاها بالكومنتات إذا عجبتكم أو لا الخبر الرابع اللي عندنا عن التهجم اللي تعرضوا لأنس وأصالة من المتابعين وبالأخص متابعين أحمد حسن وزينة طبعا بالنسبة لأشخاص اللي يعرفون القصة فبالماضي أحمد حسن وزينة بنزلوا هذا المقطع اللي كان في لوق الولادة وطبعا أول ما نزل المقطع تعرضوا به لهواي من الهجوم أكثر من 100 ألف ديسلايك تقريبا طبعا السبب هو أن كان يصورون الولد بحثات الولادة هو ديبتي ومن هالكلام وأنه اللقطات من داخل المستشفى ولكن أنس وأصالة تقريبا سووا نفس الشي بالمقطع الولادة فهمين كان بيه اللقطات من داخل المستشفى ومن الولد كان هو ديبتي هو من الأشخاص التي تبرون موضوع استغلال أو أنه هاي اللقطات ما كان مفروض أن يتصور على مويد تجيبون المشاهدات من وراها تعرضوا للهجوم أن يقولون أن أنس وأصالة كان مفروض أن يتعرضون للهجوم مثل ما صار بيه أحمد حسن وزينب والمقطع هم لأكل أكثر من 100 ألف ديسلايك فما أدري يا صراحة كتبونا يا حبايب بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وهل تشوفون أن أنس وأصالة هم من الغلطة أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أسو خطوبتها طبعا ما يعرف القصة فنزلت لكم مقطع من فترة وقلت لكم أنه أسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوز اللي كان بي أمو جيمال خاتم ولكن لا إلا أن ما وضحت الموضوع وإنما نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانت لابسة بيه خاتم طبعا هذا الشي سببت الناس هو يشكون بالموضوع وصاروا يتوقعون أنه هي فعلا مخطوبة وتريد توضح هذا الشي شوية شوية أو يمكن أن تحضرنا مفاجآت فاكتبونا يا حبائي بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر إذا هي مخطوبة أو لا ويصدرنا أنها وصلنا إلى هذه المقطعات أتمنى أن أعجبكم لا تسحطونا لك شاركو بالقناة شاناكم فيزيزي وخاتم منكس القصص بس مع السلامة